هنا مأرب إذاعة الجمهورية اليمانية صوت رصاص في أطراف محافظة مأرب وصوت إذاعتين في قلبها إذاعة مأرب وإذاعة ناس FM تصلحان في سماء المحافظة بصوت الثورة ونشيد الجمهورية قصة نجاح ترويه البرامج المتميزة والحماس الكبيران لدى أوساط العاملين هنا تكون أيام قليلة بإذن الله عز وجل يصل صوتنا إلى صنعاء لنري أهل صنعاء الحقيقة يسمع صوت المقاومة ويسمع صوت الجيش الوطني تتنوع البرامج عبر أثير مدينة المقاومة كما يسمونها هنا بين العسكرية والاجتماعية والسياسية والتثقيفية وكلها تهدف لمساندة الدولة متمثلة بالشرعية ومسانديها في مختلف الميادين صناع المجد أبرز البرامج الإذاعية في إذاعة ناس إف إم وهو برنامج تعبوي تثقيفي يستهدف رجال الجيش الوطني والمقاومة من خلال فقراته المتنوعة المختارة بعناية لا أحد ينكر أهمية العمل الإعلامي وخاصة الصوت الإذاعي باعتبار أن الإذاعة تصل إلى كل مكان تصل إلى السائق في سيارته إلى العامل في متقره إلى الراعي في الجبل إلى الجندي في مترسه فلا أحد ينكر هذا ونحن نؤمن أن الكلمة قرينة الرصاصة وأن الحرب أولها كلامه الجهود المكثفة تأتي من إدراك هؤلاء بأهمية الراديو كوسيلة اتصال جماهيري تلعب دورا كبيرا في كرس مفاهيم الوطنية وإيصال الرسالة الإعلامية بعناية خصوصا في ظل سيل من الخطاب الإعلامي المظلل الذي تشنه الآلة الإعلامية للإنقلابيين رغم البرامج المتنوعة للإذاعتين والحاملة لمشروع الثورة والحرية والمقاومة إلا أن هذا الإنجاز الكبير لا يتجاوز حدود المدينة خليل طويل قناة بلقيس مأرب اشتركوا في القناة